أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيئين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيمة في العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاهم فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خوفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم من لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحل الموتى ونتهما قدموا وآثرهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل نرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرون مثلا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهون أرجمانكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرحون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلم جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت بأيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشانوا بقوم فلا صنخ لهم ولا هم ينقرون إلا رحمة منا ومتاع إلاحهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنوا طعموا من لو يشاء الله يطعم إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعدل إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصنون فلا يستطيعون ترصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرطبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت لله صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تضلوا نفسهم شيئا ولا تفزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الألائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن يعبدوني هذا صراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون يصلوا اليوم لما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفوايهم وتكلمنا أيديهم وتشهد عجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يسرون ولو نشاء لما سطناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره منكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان أليا واحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالك وذللناها لهم فمنها رطوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشائب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان وأبلا خلقناه من نطفة فإذا أحصموا مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويعمين كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأفضل نظر فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والعظم قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا لا يقول له كن فاكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة